ترميم متسارع للتصدع الكبير في العلاقات بين السلطة الشرعية وأبوظبي فزيارة الرئيس هادي للعاصمة الإماراتية تعبر فيما تعبر عن أزمة عميقة يبدو أنها الآن تتبدد على وقع التدخل السعودي القلق من تداعية انكشاف الأهداف الجيوسياسية لمعركة التحالف في اليمن عام ونصف تقريبا منذ أن غادر الرئيس هادي أبوظب مغاضبا في أعقاب زيارة شهدت حينها مشادة عنيفة مع ولي عهد أبوظب محمد بن زايد على خلفية منع طائرة الرئيس هادي من الهبوط في مطار عدن الدولي بإعازة من القوات الإماراتية المرابطة هناك سبقتها اشتباكات مسلحة بين عناصر الحماية الرئاسية وقوات أمنية مدعومة من الإمارات شهدت أيضا تدخل الأباتش الإماراتية لصالح تلك القوات خلال شهر رمضان الحالي رعى العاهل السعودي لقائن مهمين بين الجانبين الإمارات واليمن في جدة ومكة يبدو أنهما نجح في تمهيد الطريق أمام زيارة الرئيس هادي إلى أبوظبي وفي مكة أيضا التقى الرئيس هادي وزير الخارجية الإمارات عبدالله بن زايد وهو اللقاء الذي جاء في إطار التحضير للقاء آخر لا يبدو أنه سيكون وديا بالقدر الكافي للرئيس هادي مع ولي عهد أبوظبي وسيكشف عما إذا كانت الإمارات جادة في المضي على خط المصالحة التي تقتضي تقديم تنازلات جوهرية لها علاقة بسيادة الدولة اليمنية على أراضيها وفقا للمراقبين وكالة الأنباء اليمنية أوضحت بأن زيارة الرئيس هادي للإمارات جاءت في عقاب المشاورات الأخوية الهامة والناجحة التي أجرها مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قائد تحالف دعم الشرعية وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وتلبية لدعوة من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد اللقاءة وفقا للوكالة ستبحث الجهود المشتركة في إطار تحالف دعم الشرعية والتطورات المتعلقة بتكثيف الجهود لتحرير باقي المناطق اليمنية بالإضافة إلى استثباب الأمن والاستقرار في المناطق المحررة وتمكين أجهزة الدولة من إدارة تلك المناطق إشارة لا تخلو من الوضوح إلى الهدف الأساسي من التحركات المتسارعة التي ترعاها الرياض والمتصلة بتمكين السلطة الشرعية من مهامها السيادية دون أن يتبين بعد ما إذا كان الرئيس وحكومته سيودعون قريبا الرياض في عودة نهائية لبلدهم دون صعوبات أو منغصات